مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية أعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرني أن ألتقي بكم مجددا في درس جديد من دروس مادة اللغة العربية للصف الحادي عشر عنوان هذا الدرس دعوة إلى السلام الجزء الأول يتوقع منك عزيزي الطالب أن تحقق الأهداف الآتية أولا أن تعرف بمناسبة النص موضحا مكانته في الشعر العربي ثانيا أن تستخلص الأفكار الرئيسة للأبيئة المتناولة ثالثا أن توضح معنى الكلمة بحسب السياع أن تشرح الأفكار الرئيسة والفرعية للنص بشكل صحيح أن تحلل النص مضمونا وأساليب من خلال أنشطة الكتاب أن تحدد وجه التناص بين النص ونص آخر من العصر نفسه أن تحلل النص بلاغة وإيقاعا صوتي من خلال القراءة التحليلية تذكر عزيز الطالب أن المعلقات هي قصائد طوال من عيون الشعر العربي نظمت في العصر الجاهلي ولها منزلة عظيمة عند العرب حيث كانت تاريخا لجميع مناحي حياتهم عددها اختلفت الأقوال بين سبع وعشر معلقات مناسبة القصيدة حفلت حياة العرب في العصر الجاهلي بالحروب والصراعات والنزاعات القبلية أشهر تلك الحروب حرب داحس والغبراء وقد انتدت أربعين سنة بين قبيلتي عبس وذبيان وقد سعى كل من هارم بن سنان والحارث بن عوف للصلح بين القبيلتين المتحاربتين لذا جاءت هذه القصيدة لتدعو إلى السلام أما بالنسبة إلى شاعرها زهير بن أبي سلمى مولده ولد في مضر شرق الجزيرة العربية في بيئة وأسرة شعرية فأبوه كان شاعرا وكذلك خاله وأختاه سلمى والخنساء إضافة إلى ابنيه كعب وبجير مكانته هو من شعراء الطبقة الأولى في عصره ولقب بحكيم شعراء الجاهلية سميت قصائده بالحوليات فكان ينظم القصيدة في شهر ثم ينقحها ويهذبها في عام كامل وفاته عاش تسعين عاما وتوفي قبل البعثة النبوية بقليل النص عزيزي الطالب لنقرأ النص قراءة جهرية فاستمع معي حتى نستطيع بعد ذلك أن نبين ونشرح أهم أفكاره الرئيس يقول زهير أمن أم أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتثلمي ودار لها بالرقمتين كأنها مراجع وشم في نواشر معصمي بها العين والآرام يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجتمي وقفت بها من بعد عشرين حجة فلأيا عرفت الدار بعد توخمي سعى ساعيا غيظ ابن مرة بعدما تبزل ما بين العشيرة بالدمي فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهمي يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرمي تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي ألا أبلغ الأحلاف عني رسالة وذبيان هل أقسمتم كل مقسمي فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى ومهما يكتم الله يعلمي وما الحرب إلا ما علمتم وذقتمه وما هو عنها بالحديث المرجمي متى تبعثوها تبعثوها ذميمة وتضر إذا ضريتموها فتضرمي سئمت تكاليف الحياة ومن يعش تمانين حونا لا أبلك يسأمي رأيت المنايا خط عشواء من تصد تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي ومن لم يصانع في أمور كثيرة يدرس بأنياب ويوطأ بمنسمي ومن هاب أسباب المنايا ينلنه وإن يرقى أسباب السماء بسلني نأتي الآن إلى المعالجة اللغوية ورد في هذه الأبيات عدد كبير من الكلمات التي تحتاج إلى تفسير أبرز هذه الكلمات أم أوفة والمقصود بها كنية محبوبته الدراج والمتثلم هي أسماء وأماكن الرقمتين الأرض السوداء نواشر عروب العين البقر الوحشي الآرام الضباء مجتم موضع المريض تبزل بمعنى تشقق سحيل ومبرم والمقصود بهما الشدة والرخاء عبس وذبيان قبيلتان عربيتان ننتقل للجزء الذي يليه يكتم يخفى تضره بمعنى تشتعل سائمت بمعنى مللت خط عشواء المقصود بها الناقة التي لا تبصر منسم وهو طرف خف البعير ننتقل إلى الأفكار الرئيسة في النص المقطع الأول من البيت الأول إلى البيت الرابع وصف الأطلال وذكريات الشاعر فيها المقطع الثاني مدح الساعيين بالصلح ووقف الحرب المقطع الثالث كره الحرب والتحذير من ويلاتها المقطع الرابع حكمة الشاعر وتجريبته ونظرته إلى الحياة عزيز الطالب عد إلى مصدر التعلم الصفحة السابعة والعشرين واجب عن الأسئلة الآتية السؤال الأول عما يسأل الشاعر في مطلع القصيدة يسأل عن ديار محبوبته السؤال الثاني عما يتحدث الشاعر في المقطع الثاني يتحدث عن هارم بن سنان والحارث بن عوف الذين سعيا بالصلح بين عبس وذبيان السؤال الثالث كيف وصف الشاعر الحرب كما فهمت من قراءتك الأولى يرى الحرب شرا وبؤسا علم ذلك من جربها وذاق أهوالها السؤال الذي يليه استنتج معاني الكلمات التي تحتها خط فيما يأتي من خلال سياقها يقول الشاعر وقفت بها من بعد عشرين حجة فلأيا عرفت الدار بعد توهمي ما المقصود بكلمة لأيا المشقة يقول في البيت الثاني تداركتما عبسا وذبيانا بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي ما المقصود بكلمة تفانوا بمعنى هلكوا أو ماتوا في البيت الثالث ومن لم يصانع في أمور كثيرة ما المقصود بكلمة يصانع بمعنى يجامل السؤال الثاني وظف كل كلمة تحتها خط من البيتين الآتيين في سياق جديد للتعبير عن معنى مختلف يقول الشاعر فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله ما المراد بكلمة البيت في هذا الجزء من البيت الشعري المراد بها البيت الحرام أيضا يقول في البيت الثاني وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم ما المقصود بكلمة الحديث أي الكلام لكنها قد تأتي بمعاني أخرى نقول قرأت البيت الشعري وأيضا نقول نحن نعيش في العصر الحديث التناس ما المراد بالتناس وما المقصود به يعني التناس أن يتضمن نص أدبي نصوصا أو أفكارا سابقة عليه بطريقة واعية شعورية أو بطريقة لا شعورية وللتناس أنواع التناس الأدبي والتاريخي والديني والثقافي تدريبات حدد الفكرة الرئيسة لكل مقطع من مقاطع القصيدة الأربعة المقطع الأول وصف الأطلال وذكريات الشاعر فيها المقطع الثاني مدح الساعيين بالصلح ووقف الحرب المقطع الثالث كره الحرب والتهذير من ويلاتها المقطع الرابع حكمة الشاعر وتجربته ونظرته إلى الحياة التدريب الثاني حدد فكرة كل بيت من الأبيات المحددة في الجدول الآتي البيت الرابع معرفة دار المحبوبة بعد عنا البيت العاشر التهذير من الغدر والخذاع البيت الحادي عشرة حقيقة الحرب وعواقبها الوخيمة البيت السادس عشر الموت آت لا مهرب منه السؤال الذي يليه عد إلى المقطعين الثالث والرابع ودلل منهما على الأساليب والمحسنات التي وظفها الشاعر للتنفير من الحرب وعواقبها وفق الموضح في الجدول الآتالي أسلوب الاستفهام هل أقسمتم كل مقسمي؟ أسلوب التوكيد فلا تكتمن الله ما في نفوسكم المقابلة من تصب تمته ومن تخطئ يعمر الطباق يخفى ويعلمي والجناس أسباب المناية أسباب السماء السؤال الذي يليه جاء في مقدمة معلقة عن ترث بن شداد هل غادر الشعراء من متردمي أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ وجاء أيضا في مقدمة معلقة طرف بن العبد قوله لخولة أطلال ببرقة ثهمدي تلوح كباق الوشم في ظاهر حدد من أبيات زهير بن أبي سلمة ما يتناص مع البيتين السابقين موضحا جوانب الالتقاء بين كل منهما البيت الذي يتناص مع بيت عن تره وقفت بها من بعد عشرين حجة فلا ينعرفت الدار بعد توهمي جوانب الالتقاء معرفة الدار بعد توهمي البيت الذي يتناص مع بيت طرفه ودار لها بالرقمتين كأنها مراجع وشم في نواشر معصم جوانب الالتقاء الأطلال تظهر كالوشم في ظاهر اليد بين نوع الصورة ودورها في أداء المعنى لما تحته خط فيما يأتي قال الشاعر ودار لها بالرقمتين كأنها مراجع وشم في نواشر معصم نوع الصورة تشبيه دورها في أداء المعنى بيان وتوضيح صعوبة التعرف على ديار المحبوبة في البيت الثاني قال الشاعر رأيت المنايا خط عشواء من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي نوع الصورة استعارة مكنية دورها في أداء المعنى بيان وتوضيح قسوة الموت وبشاعته السؤال الذي يليه توفرت للنص مصادر الإيقاع بنوعيه الخارجي والداخلي وضح ذلك مع التمثيل لكل نوع مبينا أثره الموسيقى الخارجية المصدر وحدة الوزن والقافية المثال بحر شعري واحد وقافية واحدة وحرف روي واحد الأثر تُعطي جرسا موسيقي يؤثر في المتلقي وتجذب انتباهه فيتفاعل مع الأبيات الموسيقى الداخلية المصدر الصور والمحسنات والأساليب والتصريع المثال رأيت المنايا يخفى يعلم تكلم المتثلم تظهر صدق عاطفة الشاعر وقدرته على إحداث التناغم بين أجزاء الجملة الشعرية أعزائي الطلاب إلى هنا نكون قد انتهينا من هذا الدرس لهذا اليوم لا تنسوا زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بمدارس الأندلس والإجابة عما يأتي ورقة عمل بعنوان اختبر نفسك في درسه دعوة إلى السلام شكرا لمتابعتكم وإلى أن نلتقي معكم في درس جديد أستردعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة